مرحبا أعزائي ومتابعي قناة بديم بعيون عربية الفيديو مات اليوم كيف راح أغير خلفية الشاشة وشاشة القفل في الآيفون بعد التعديد الأخير مثل ما تعرفون iOS 16 النزل قبل كم يوم أضاف كثير ميزات لهواتف الآيفون وأيضا غير طرق تغيير خلفية الشاشة وشاشة القفل واللغة وكثير ميزات أخرى أضاف فخليني أشرح لكم اليوم كيف راح أغير خلفية الشاشة وشاشة القفل وخلينا ندخل من داخل الآيفون لكن قبل ما أبدي لا تنسوا أن تدعموا قناتي برلين بعيون عربية باشتراك ولايك وتفعلون زر الإشعارات حتى يوصلكم كل شي جديد من عندي بالنسبة هنا هذي كي يرقبوا لي ماذا يقدرون يوصلوها هذي فعندك خيارين تقدر إما من هنا أو من الإعدادات فأني اللي حابب أنه من هنا راح أخرج هنا أغلق الهاتف أرجع هنا أكبس هنا بالضبط على مكان الخمسة اللي كانت هنا بالضبط راح تظهر عندي راح أرجع أحط رمز الدخول راح تظهر عندي هنا أعمل تخصيص أكبس هنا راح أقدر أخصص أي شيء أنا أريده مثلا أذكار مثلا هنا أنا هنا غيرت ومن كبست على تم راح يظهر عندي إما تعيين كزوج للخلفية الشاشة والشاشة الرئيسية أو تخصيص فقط للشاشة الرئيسية فتبقى أنت براحتك تحب الشاشة الرئيسية أو تحب هنا فأني أخليها للاثنين عندي بعض خياراته هواية تقدر أنت تتحكم بها أيضا هنا هذه راح أختار آني مثلا أختار هذا النمط الإيموجي تقدر تختار أي إيموجي ثاني اخترت هذا الإيموجي أكبس على إضافة فيقول لك أيضا نفس الشيء كزوج للخلفية أو فقط الشاشة الرئيسية فتقدر دخلت هنا تقدر أيضا تغير وهكذا فهذا هنا كل الش سهلة طريقة التغيير اللي كتبوا لي أنه مدى يعرفوني غيروني نجزة ثانية وصلت أنه تغيير الخلفيات فأكبس مرة ثانية هنا راح أكبس على علامة الموجة راح تظهر عندي هذه الصور أعمل على خلط ثاني خيار بالأعلى يدويا أنا اللي اخترتها فمثلا أختار هذه الصورة هذه الصورة هذه الصورة وهذه الصورة أعمل بالإضافة بالأعلى الآن صار عندك خيار هنا قبل الإضافة هنا تكبس هذول الثلاث نقاط اللي موجودين بالأسفل راح تظهر عندك كل يوم كل ساعة عند القفل أو عند الضغط فأكبس على عند الضغط وأعمل إضافة وتقدر أيضا تعيين كزوج تعيين كخلفية للشاشة فأنت أبراحتك الآن خليناها هنا أيضا هنا بالأعلى تقدر تضيف تطبيقات أوقات الصلاة الطقص وأي شيء أنت حابب فإن شاء الله كل السهلة فالآن شوفوا عند الضغط تتغير صلاة كل شيء حلوة فقط نسيت أقولكم أنه تقدر أيضا اللي صعبة عليه هنا راح يروح على الإعدادات ينزل على خلفية الشاشة ونفس الخيارات راح يحصل وهذا الفيديو نهايته أتمنى استفاديته من الفيديو لا تنسون دعم قناتي برلين بعيون عربية باشتراك و لايك وتفعلون زر الإشعارات حتى يوصلكم كل شيء جديد من عندي مع تحياتي من برلين عاصمة ألمانيا مع السلامة أي سؤال أو استفسار أي مشكلة كتبوها بالرسائلة أنا حاضر شكرا لكم مع ألف سلام طبعا ميزاته هواية وحدة وحدة راح نوصل إلى كل الميزات شكرا لكم قبل ما أنهي الفيديو حبيت فقط تشاهدون هذا الفيديو اللي راح يكون بصندوق الوصف واحد من اثنين من النصب التذكارية اللي عملتها روسيا اللي كانت محتلة ألمانيا بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وراح تشاهدون كثير معلومات عنها إن شاء الله فتشاهدون وخصوصا نهاية الفيديو كلش حلو المناظر كلش حلوة صدقوني كأنها أنا وصفتها كأنها مكان من الجنة يعني بدون تشابه كلش حلو هذا الفيديو أتمنى تشاهدوا ولا تنسوا تدعموني بلايك واشتراك وشكرا للجميع اشتركوا في القناة